للوهلة الأولى يظن المشاهد أن هذه المدارس تقع ضمن مخيمات اللاجئين وأنشئت على عجل وفي ظروف طارئة لكن الحقيقة الصادمة أنها مدارس ثابتة تقع ضمن محافظة القادسية حيث لا لجوء ولا دمار ومع ذلك أنشئت بطريقة بدائية حالها كحال مدارس المحافظات الأخرى تفتقر إلى كل شيء رغم توفري كل شيء عند الحكومة إلا الضمير الحي والإحساس بالمسؤولية طبعاً بصراحة موضوع المدارس موضوع أصبح كارثي لعدة أسبوع هناك الكثير من المدارس التي كانت آلة للسقوط تمها دمها ومن المؤملة أن تنشئ ولحد الآن صار ثمانية سنوات لم تنشئ هناك مدارس هيكلية ضمن العقد الإيراني أو المنحة الإيرانية متوقفة بحدود 19 مدرسة هناك مدارس للبنك الدولي أيضاً متوقفة هناك مدارس لم يتم إعلانها وإحالتها بسبب عدم وجود أموال سقوف من الصفائح المعدنية المهترئة وجدر متهالكة أما في الداخل يكتظ التلاميذ الصغار في غرف صفية ضيقة فضلاً عن انعدام الوسائل التعليمية الحديثة وندرة القديمة منها سات خطية هلالة صف والاوة معتهم صفو بالحر يموتون من الحر وبالبرد يموتون أما النجي بالطين وانطبيع المدرسة ريش لنا كل الوساخ والرحلات نصها مكسرة الصفوف مكسرة تشينكم انتم طار الدنيا تشينكم يقوم يخرع علينا الطريق من نجي طين المدرسة تغوط الرحلات مكسرة نصها لكن المعضلة الأكبر تكمن في مشقة وصول التلاميذ إلى مدارسهم عليهم أن يقطعوا مخاضاً مائياً موحلاً كلما حطرت الأمطار ومساحة من الأتربة والنفايات عندما تجف الأرض إنها عطلة اضطرارية للتلاميذ عندما تسوء الأحوال الجوية خطية سهي طلاف شين ذا نفا والله العظيم بالمطار سبوع سبوعين ما كدو يعني شينها السهل يعني سووا النحل والله ما أدرها إجوا مرة مرتين شافة والوضعية ما كون يعني ما حسوا النحل هسا خطيئة إجها أين يكمن الخلل ومن المسؤول عنه يسأل عن ذلك أصحاب الميزانيات الانفجارية والمتحكمين بخيرات البلاد الراهنيها للدول الخارجية يكبر الطفل العراقي وتبقى في ذاكرته مشاهد المأساة والحرمان التي عايشها في مرحلة الدراسة فكيف له أن ينسى وجوه الساسة وهم مرتبطون بأصل معاناته والمتسببون بضياع مستقبله ترجمة نانسي قنقر